السلام عليكم هذه أيام الاحتفال بالقوات الأمنية فتحية للجيش العراقي في عيده المئوي وتحية للشرطة العراقية الذين احتفلوا هذا اليوم بعيد التأسيس أيضا لدينا الكثير اليوم لكن لنبدأ بلقاء جمع السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعوائل الشهداء والجرحة وقف السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الاجتماع على المعاناة الحقيقية لهذه العوائل في استكمال معاملاتهم ونيل استحقاقهم معاناة حقيقية فعلية وطبقا لهذا الاجتماع دعا السيد رئيس مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع بهذا الصدد لتذليل الصعوبات التي يواجهونها في استكمال مستحقاتهم هذا الاجتماع سيُعقد عاجلا هناك أيضا اهتمام جدي بمسألة الانتخابات الانتخابات التي هي مهمة أساسية لهذه الحكومة تحظى بقسط وافر من الوقت والجهد والاهتمام في الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع خاص مع رئيس المفوضية المفوضية المستقلة للانتخابات مع جملة من الوزراء ومسؤولي القوى الأمنية والهيئات هذا الاجتماع هدفه تنسيق العمل بين المفوضية والوزارات والهيئات عبر عقدي مذكرات تعاون ملزمة من الآن لكي نستعد للانتخابات المزمع إقامتها في السادس من حزيران كذلك كان هناك دعم لجهود وزارة الخارجية في مسألة التنسيق مع المهم المتحدة ترغب هذه الحكومة في مراقبة جدية دولية على الانتخابات لضمان نزاهتها وجديتها والثقة بها من المواطن العراقي المجلس هذا اليوم ابتدأ كالعادة بتقرير للسيد وزير الصحة وأشار فيه إلى تزايد في عدد الإصابات عالميا ويبدو أن هناك سلالات جديدة من كورونا تظهر كل يوم وهذا يعقد الأوضاع في العالم أجمع وليس العراق فقط لكن في التقرير هناك نسب مشجعة للشفاء والتناقص في نسبة الوفيات وتقارير عن توسع البنى التحتية الصحية التي تعنى بالمواطنين ودعا السيد وزير الصحة إلى دعا خلية الأزمة إلى إعادة النظر في مسألة الإغلاق في السفر من الدول التي تشهد زيادات في الإصابات منها وإليها بمعنى آخر هو يدعو إلى منع السفر في هذه الأيام خاصة في تلك الدول التي تأتينا تقارير منها مع زيادة بالغة في إصابات وحتى هناك دعوة لإجراءات قانونية صارمة بحق أولئك الذين يقيمون مجالس العزاء التي هي عبارة عن تجمعات وليس مجالس العزاء فقط وإنما أي تجمع هناك دعوة لإتخاذ إجراءات قانونية صارمة بهذا الصدد اليوم مجلس الوزراء صوت على قرار يخص وزارة التخطيط السيد وزير التخطيط قدم مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية أنا أعتقد هذا القانون مهم جدا وحظي بمناقشة واسعة في مجلس الوزراء وصوت مجلس الوزراء على إقراره لتأسيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لتحل محل الجهاز المركزي للإحصاء وسيتم أيضا استحداث قسم في كل وزارة لتغذية الهيئة المستحدثة هذه بالمعلومات من الوزارات والحيئات غير المرتبطة بوزارة مشروع هذا القانون مهم جدا لسرعة تجميع المعلومات الإحصائية من مؤسسات الحكومة بدلا من المسوحات الإحصائية على نحو مستمر هذه مسألة أساسية تتعلق بالإحصاء الذي نعاني من تحقيقه منذ سنوات وزارة الكهرباء حضيت بنصيب في هذا المجلس إذ طلب السيد وزير الكهرباء استثناء مشروع من مشاريع الوزارة من الإغلاق بسبب جائحة كورونا وهو مشروع تنفيذ محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية للتمكن من إصدار إجازة استيراد وإخراج مواد وغير ذلك تعلمون أن الإغلاق يشمل كل شيء بما فيها المشاريع الأساسية مثل مشاريع الكهرباء ولا يجب مثل هذه المشاريع أن تتوقف وزارة النفط أيضا قرر مجلس الوزراء هذا اليوم المصادقة على قرار المجلس الوزاري للطاقة بقيام المصرف العقاري للتجارة بتمويل مشروع لصالح شركة نفط البصرة هذا المشروع هو تنفيذ الأنابيب البحرية من أجل زيادة قدرات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية أخيرا لدى وزارة الثقافة تنويه وبيان يتعلق بما يتعرض له طاق كسرة في المدائن من انهيارات في أجزاء منه سبق أن رممت وأود القول لأن هذا الأمر يخصنا في وزارة الثقافة وفي هيئة الآثار تحديدا أن هذه الانهيارات جاءت نتيجة سوء إدارة سابقة لمشروع ترميمه منذ العام 2013 للأسف أنيط مشروع ترميمه بشركة غير جيدة وخضعت إدارته إلى سوء وإلى عدم تدبير أدى إلى كل هذا الذي يحصل هذه الأيام وزارة الثقافة هيئة الآثار تحديدا إنبرت لتلافي المزيد من الضرر الذي يلحق هذا المعلم الأثري الأساسي في المدائن وفاتحت منظمة عالمية معروفة هي التحالف الدولي للحفاظ على التراث مختصرها منظمة ألف وبالفعل قامت هذه المنظمة بإرسال خبراء لتقدير مدى الضرر ودراسته ونحن الآن في المرحلة الثانية من هذا التقدير والدراسة وسنعمل مع جهات أخرى لمحاولة تدارك ما يتعرض له طاق كسراء الذي هو معلم أساسي ومهم كما أسلفت هذا كل ما لدينا اليوم وأستمع إلى أسئلتكم السلام عليكم محمد جبارة من قناة العراقية الإخبارية مع الوزير يعني هناك حديث كثير من قبل كتل برلمانية من قبل نواب بشأن النفقات التشغيلية في موازنة 2021 وهناك نية برلمانية لتخفيض هذه النفقات وإيضا عدم المس برواتب الموظفين حسب تصريحات وبيانات رسمية يعني في حال تم هذا الأمر في مجلس النواب هل ستواجه الحكومة مشكلة في تسيير أمورها المادية والمالية؟ يعني هذا الأمر هو استشرافي الحكومة إنجزت ما عليها وصوتت على الموازنة التي بنيت على أساس الورقة البيضاء الإصلاحية ما قدم إلى مجلس النواب هو تصور إصلاحي لمجلس النواب بقي على مجلس النواب وفيه رجال أكفاء يناقشون هذه الموازنة في ظل الصعوبات التي نعاني هذه الأيام نحن ننتظر هذه الملاحظات مثلكم وحينها نستطيع أن نقول شيئا بصددها السلام عليكم معالي وزير أحمد وليم قناة الأنبار الفضائية زيارة دولة الرئيس الكاظمي إلى محافظة الأنبار في يوم نصر كانوا مرحب بها هل بالإمكان إعادة هذه الزيارة مرة أخرى من أجل وقوف على دعم المشاريع للسراتيجية في هذه المحافظة؟ وكذلك هناك العديد من المغيبين هل بالإمكان أيضا لقاء عوائلهم من أجل الأطمئنان ومتابعة هذا الملف الذي سيكون بالتأكيد مهم جدا بالنسبة لأهالي الأنبار شكرا جزيلا من التجارب السابقة للسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء أننا ندعى إلى جلسة لمجلس الوزراء في المحافظات ذهبنا إلى البصرة ذات يوم وذهبنا إلى محافظة الذقار أيضا ولا أستبعد أننا سنستمر والسيد رئيس مجلس الوزراء سيستمر في هذا النهج في عقد اجتماعات مجلس الوزراء في محافظات مختلفة هذا يمنحنا فرصة للجلوس إلى الإدارات المحلية في المحافظة للاستماع إلى المشكلات المختلفة حدث هذا في البصرة تحديدا حينما كرس الاجتماع لمشكلات البصرة وحدث هذا أيضا في ذقار حينما كرس الاجتماع للاستماع وللاستماع ولحل مشكلات ذقار ولا أستبعد أن نكون في يوم ما في محافظة الأنبار السلام عليكم سيف الدين الإبراهيم من قناة الحدث اليوم قبل أيام زرتم المنطقة الأثرية في محافظة بابل التي انضمت حديثا للاحظة تراث العالمي اليونسكو ورأيتم حجم الإهمال في هذه المنطقة وبقية المدن السياحية والأثرية الموجودة في مختلف محافظات العراق هل هناك خطة وضعت لمعالجة هذه المشاكل في هذه المدن السياحية التي تفتقر إلى أبسط مقاومات المدن بالمقارنة مع بقية الدول المجاورة شكرا لك المحافظة بابل كنا فيها قبل أسبوع تقريبا أو أكثر وقضينا ساعات طويلة مع السيد المحافظ وكادره وكاستحبني أيضا من كادر الهيئة العامة للآثار والتراث وجلسنا في اجتماعات مطولة ورأينا رأي العين ما يحدث هناك هذا الاجتماعات هو استعداد لمجموعة من المشاريع بابل تعلمون أدرجت في لائحة التراث العالمي لليونسكو والإدراج نفسه لا يعد حدثا بذاته الإدراج يتطلب مجموعة من النشاطات مجموعة من الاهتمامات والاعتبارات التي يجب اتخاذها هناك شروط لبقاء بابل أو غير بابل مدرجة على لائحة التراث العالمي يجب إيفاء هذه الشروط حقها ونحن نتابع بهذه الاجتماعات مع المحافظ في كيفية ترميم ما يحتاج ترميم وبناء ما يحتاج بناء لكي تبقى بابل على هذه اللائحة ولكي نرمم آثارنا ونعيد بناءها السلام عليكم دكتور محمد الخالدي من وكالة آشور الإقبارية دكتور لماذا لم تلجأ الحكومة إلى دعم البطاقة التومينية ودعم القطاع الخاص بعد وقبل ارتفاع صرف الدولار شعار هذا الحكومة هو دعم القطاع الخاص يعني أستغرب سؤالك بس على العموم البطاقة التومينية حاضرة في الموازنة ودعم القطاع الخاص حاضر في الموازنة لأننا نعتقد أيضا في الورقة الإصلاحية موجودة في الورقة البيضاء أن العمل بالطريقة التي عملت بها الحكومات السابقة سيكرر المشكلات نفسها خاصة الاقتصادية منها ولذلك القطاع الخاص موجود في صميم فكر الورقة الإصلاحية والموازنة وفكر هذه الكابينة الوزارية شكرا لكم